شركة الابحاث بي ام اي اعلنت او نشرت تقرير ايجابي عن الاقتصاد المصري وده طبعا بعد ما وكالة فتش رفعت نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر لاتماني من مستقرة الى نظرة ايجابية عاوزين نعرف اكتر تفاصيل عن هذا الخبر معنا دلوقتي على التليفون دكتور ريم عصام بدير مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جمعة القاهرة صباح الخير يا دكتور دايما من ورانا في صباح مين صباح الخير يا مارينا انت دايما متعلقة وصباح الخير على استادة المشاهدين شكرا حضرتك دكتور في البداية عاوزين حضرتك تكلمين عن تقرير شركة بي ام اي وايه اللي حصل فيه او اهم الاشياء اللي تم ذكرها في هذا التقرير باكيد الحقيقة ان شركة بي ام اي احدى شركات الابحاث التابعة لاحدى اهم وكالات التصنيف الاقتماني العالمية وكالة فتش نشر التقرير عن الاقتصاد المصري بيشير الى ان تقل الاقتصاد المصري الى معدل ايجابي او من حالة مستقرة الحقيقة ان التقرير ده جي عن انعكاس للوضع الحالي للاقتصاد المصري ان هو مستقر ومن اهم العوامل اللي ساعدت مصري لزيادة وضعها او تحسين وضع التصنيف الاقتماني لها ان زادت اماضات في مصر من تحويلات العاملين الخارج الى السوق الرسمية التفع بحوالي 10 مليارات دولار وايضا وفقا للتقرير ان اماضات مصري من السياحة هتلتفع بحوالي 6% في السنة المقبلة المالية المقبلة 20-24-25 بالاضافة الى الورد في التقرير الحصار عدد من ميزان المعاملات الجارية المصري الى 4-1 من 10 لنفس السنة وايضا مع انخفاض في ملحوظ في إبادات قناة السويس للأوضاع الغير مستقرة في البحر الاحمر كل العوامل ده ادت الى زيادة التصنيف الاقتماني لمصر بالاضافة الى تراجع مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بسبب طبعا ان مصر لها تتبنى حزم الاجراءات الاقتصادية اللي اتخذتها الدولة لتمويل الدين الخارجي والاقصات والفوائد بالاضافة طبعا الى صفقة القرن صفقة رأس الحكمة مع دولة الامارات كل ده ادى الى تحسين المركز الاقتماني لمصر والاشارع اليه بصورة ايجابية دكتور برحب حضرتك مرة تانية وصباح الخير اهلا يا اندرو صباح الخير اهلا بحضرتك يا فن حضرتك اشارتي الى الاجراءات الاقتصادية اللي اتخذتها مصر لتحسين الاوضاع الاقتصادية وتحسين المصار الاقتصادي ممكن حضرتك توضح لنا ابرز الاجراءات الاقتصادية اللي اتخذتها مصر في الفترات اللي فاتت أكيد الحقيقة الاقتصاد المصري نجح في تغيير رؤية الواقصة الدولية الحقيقة وكمان أن الحكومة الاقتصادية في مصر تتبنى سياسة اصلاح اقتصادي من 2016 تبنتها على ثلاث مراحل من العمل والبناء والاطلاح بدأت تأتي استمرها في مكتسبات الاطلاحات الاقتصادية والهيكلية وعمليات السنمية الجارية على مستنى في المحاول والاكتجاهات تساعد ذلك في إتجامة تحسين المؤشرات الاقتصادية يعني احنا حبص حقنا استدامة في تحسن المؤشرات وجعل الاقتصاد المصري قادر على مواجهة التحديات يعني الأهم المؤشرات أو لم ينجي نوصف الاقتصاد المصري براية الاقتصاد الدوليين دايماً بيشيروا إلى مرونة الاقتصاد المصري إنه هو قابل على اكتساب الصدمات وتكيف معها والتأقلم معها والخروج منها بأعلى الخسائل يعني عندنا بصدامة وآزمات كثيرة كورونا، الحرب والتدعيات في البحر الأحمر كل دي وغزة وإلى آخر كل دي أثرت غير طبعاً تدعيات القبر الأفريقي باعتبار مصر قائدة للقبر الأفريقي كل دي تدعيات أدت إلى تأثرت الاقتصاد المصري ولكن الاقتصاد المصري ستبتع بمرونة كبيرة يعني من نتكلم مثلاً من المؤشرات زي مثلاً الاحتياطي بإجزامي للبنوك المصرية يوم صمن أمام المزيد من انخفاض في طلب الجنيه ولكن أدى ذلك إلى زيادة الاحتياطيات من بنوك الداخلية المحلية في مصر يعني إحنا نتكلم على اقتصاد مصري مارين الحكومة المصرية أمت بمجموعة من الإجراءات في ظل التدعيات أدت إلى بقر مستوى المعيشة المواطن توفير فرص عمل منتجة الحد من الفقر وعدم المساواة أمنت وسائل لي إلى دعم المواطن المصري وتأمين شبكات الأمان الاجتماعي وكلنا عارفين الحياة كريمة وبرامج التأمين الاجتماعي اللي قام بها أخيراً من نقل الاقتصاد المصري متنوعي وقدر على المنافسة مدعنا نبكز على الصناع وشوفنا جوالات رئيس الوزراء دكتور مصطفى من دوبيب بولي من الأسبوع اللي فات في محافظة بريسويك وهي العاشة من موضأر من رمضان للاطلاع وزيارة العديد من المصانع والتمكيز على الصناع يعني إحنا اقتصاد متنوع زراعي صناعي وبنأكد ببدو على الصادرات لتوفير عملة أجنبية مبادرة 100 مليار دولار صادرات طب دكتور ريم الست شهور اللي فاتوا لاحتياطي النقد فيهم شهد قفزة كبيرة يمكن وصل لأكتر من 40 مليار دولار فحضرتك شايفة تأثير دقيعة على الاقتصاد المصري في الفترة اللي جاية وممكن لاحتياطي النقد الفترة اللي جاية يكتر أو لا الحقيقة من البنك المركزي بقياسة سيد حسن عبدالله أشار إلى النصاف الاحتياطيات الأجنبية سيد الواحد واربعين مليار دولار بنهاية شهر أبريل عشرين واربع وعشرين لما نيجي نقال أنه بنهاية شهر مارس عشرين واربع وعشرين كان 40 مليار و36 ده أدى إلى امتفاع نحو 700 مليار دولار الحقيقة لما نشير إلى مصر رفع الاحتياطي بالدولاري بتاعها خلال شهر 700 مليار دولار ده مؤشر جيد وممتاز جدا لتوفير الاحتياطي النقدي من بيغاطي تقريبا وفق توقعات من الاحتياطي من النقد الأجنبي بمصر يغطي كمان أشهر من الوامدات السلعية لمصر ويعني المؤشر العالمي أو المتوسط العالمي أن أنت تستفق باحتياطي يغطيك أو يأمنك لثلثة شهور أهدي ثلاث شهور قدام لأحنا عندنا ثمن شهور من معدلات إن احنا عندنا احتياطي نقضي لمدة ثمن شهور قدام ده الحقيقة أن الناس الأجنبية بالاحتياطي الأجنبي يعني فلت المعاملات الأجنبية توقع من الدولار أو اليورو أو الجنير السنيني أو الياباني اليواني الصيني دي نسبة احتياطي اللي وصل لأكثر من أربعين وستة وتراتين عفواً واحد واربعين مليار دولار ده مؤشر من المتاز أو ده الدليل على زيادة خدرة القطاع المصرفي في المصر على توفير العمل الأجنبية وزيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي بمكوناته بعد الزهب والعملات الدولية وزهب يؤشر جيد جداً على قدمة مصر على توفير السرعة الأساسية ستدلت أقصاد الضيور وفوائدها ومواجهة الأجنبات الاقتصادية في ظروف الاستثنائية كل ده يؤدي أيضاً إلى توفير الاحتياجات من العملات الأجنبية زي عندنا قطاع الصدرات والسياحة والازمارات كل ده وتحويلات المصريين بالخارج مع انقصاد عائدات خناة السويس ولكن زي ما قلت لك اقصاد مصر يتمسع بالمرونة والبداء المتعددة فلو انقفضت الأسباب خارجة عن إرادتنا أو خارجة عن سيطرتنا دير الضربات في البحر الأحمر وجدنا قنوات أخرى لتوفير التمويل الأجنبي زي السياحة والتصدير والصفقات الاستثمارية زي صفقة رأس الحجم دكتور ريم عصام بدير مدرس الاقتصاد بكلية التجارة جمعة القاهرة بشكر حضرتك يا فندم شكرا جزيلا